حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة اليام الفضائي وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لا حد يروح بعيد أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأكيد حدثنا الأبرز والترند الدائم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات والصحف والوكالات وكل العالم هو موضوع فلسطين وما يحصل في غزة من انتهاكات يندى لها الجبين تحت أنظار المجتمع الدولي وأنظار الأمم المتحدة وأنظار كل دول العالم ما يحصل في فلسطين هو كارثة بكل المقاييس كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما يحصل في فلسطين وسط صمت رهيب من قبل البعض وسط خنوع من قبل البعض أكيد اللي يتكلم واللي يحشي واللي يوقف بالضد من هذه الانتهاكات هو القليل ولكن كثير في أعيننا هي كم دولة ولكن هي كأنما تعادل دول العالم كله اللي يوقفوا يا فلسطين واللي يساند الأخوة في فلسطين وغزة والصمود اللي جاي يصير على في هذه الصورة اللي أمامكم قد تبدو للوهلة الأولى أنها سيارة لسيارة إسعاف تقول له مصابين ولكن في غزة هذه سيارة الإسعاف قصفت من قبل الكيان الصهيوني حتى سيارة الإسعاف تقصف من قبل الكيان الصهيوني يعني ما يسلم منهم شيء المستشفى والمدرسة لا وهسقاموا يلاحقون الجرحة والمرضى حتى لسيارة الإسعاف هذا هو ما يحصل في غزة وفي فلسطين من انتهاكات لكل العالم المجتمع الدولي أكيد ساكت وشي ردي يحدش يعني وشي ردي يحدش شي ردي يقول المجتمع الدولي هذا يعني كل شي ماركو أمام المتحدة كل شي ماركو الدول فلسطين لازم أنه يتبقى تعيش بهذا الحال خلي نشوف الأخبار والمواضيع وكل التفاصيل مثل ما تشوفون إصابات بقصف إسرائيل استهدف حرم مستشفى الشفاء في غزة يعني ذاك اليوم مستشفى المعمدانية اليوم مستشفى الشفاء وقدامكم أنتم جاي تشوفون كذلك الحال يعني يقصفون الأطفال والنساء وغيرها الهلال الأحمر الفلسطيني يقول توقف كافة خدمات مستشفى القدس بغزة خلال ثلاث ساعات جراء نفاذ الوقود مستشفى ما يقدرون أنه يستمرون بالعمل بيها بسبب نفاذ الوقود يعني الطاقة خلصت الوقود خلص ما يقدرون يعالجون المرضى ولا يقدرون يسوون شيء لأنه خلاص هذا هو هذا الوعد وهذا الكاتب الله أنه المستشفى ما بيها وقود هذا اللي جاي يصير في غزة يا ناس يا عالم مدير مجمع الشفاء في غزة قصف عنيف في محيط المستشفى يقول يقول قصف عنيف في محيط المستشفى ما كفهم مستشفى المعمداني هسه مستشفى الشفاء ومستشفى القدس فالتبريرات مرات يطلعون والله شنو قصفنا هاي المستشفى لأنه جواها أنفاق يعبرون منها المقاومة ويعبرون منها قصفنا المستشفى لأنه شلون والله خاتلين بيها لك حمي التبريرات هاي التبريرات والعالم كل سكت كل سكت العالم محتارين بالقمم خوف الدول العربية محتارة تسوي قمم قمة بمصر قمة بالسعودية القمة الجاية يشوف مدروين بالإمارات مدروين لا والأدهى من ذلك أنه اللي يحشون ومتصدرين بالقمم هم مطبعين ويا إسرائيل مطبعين ويا الكيان الصهيوني ومعترفين بيه دولة هو بلد محتل هي أراضي محتلة هذه أراضي محتلة يعني اللي يحشي كأنما هو يعني مثلا حتشة مثلا أبو مصر حتشة السيسي ما أنت بلدك يمسوي معاهدة سلام واتفاقيات سلام من 73 مدرب نشوكيت وبلدك مطبع ويا كيان الصهيوني وكسواحي يجون صهاينة ببشرم الشيخ وبالاسكندرية وبهاي المناطق السياحي اللي يحشي مثلا أبو السعودي يحشي ما أنت والردي أنت تريد طبعوا ياهم وانت ساكت على الانتهاكات اللي جاي تصير وبلد تسوى حفلات للرقص لو اللي يحشي أبو الأردن أبو الأردن يحشي بالقمة العربية اشتحتي شو تقول انت على ما يحتاج تحتي انت مبين واضح ما يحتاج تحتي على سف والله مدير مجمع الشفاء في غزة يقول الجرحة بالمستشفى في وضع مأساوي انظروا إلى تلك الانتهاكات طائرات مسيارة صهيونية تستهدف منازل في محيط مستشفى الشفاء بغزة يعني يضربون المنازل اللي بصفه المستشفى محيطه المستشفى يضربون الإسعاف الباب المستشفى ضربوا المستشفى خلاص بدنا ببعد قصفوا المستشفى بعد خلاص ويقول هذا يقول أخبرنا الطبيب بأن هناك أمل بعيش ابني ذهبت وعدت لم أجد لا الطبيب ولا ابني ولا المستشفى فهذا هم مهم يردون يقصفون المستشفى هذه بعض من الانتهاكات طبعا نرجع الموضوع اللي هو الموضوع اللي جاي يصير حاليا هو المقاطعة المقاطعة يا جماعة الخير بصراحة ما تشت تصور أنه هي رح تكون بهذا الشكل ما تشت تصور أنه هي رح تكون بهذا العدد الرهيب يعني عدد كبير جدا من الناس قاطعت هذه المنتجات قاطعتها بشكل تام بيبسي ميراندا سفن وغيرها وهذه الشركات الباقية فاليوم يعني أكيد رح نسلط الضوء على هذا الشيء من خلال فقرة فيس تو فيس ومن خلال فقرة رند تيوب لحملات المقاطعة ولكن شوفوا انتوا هذا اللي كاتب راجع للشركة هذا المكتوب هذا المكتوب هذا المكتوب هذا اللافتة اللي مكتوبه راجع للشركة يعني راجع ما يريده وما راجع للشركة زين ليش لأن ما يشربه ولا حد يشتره ولا حد يجوده ولا حد هذا نحن نمسوه مريض مريض رجلة مكسورة رجلة مكسورة جاي بيه من الكندي رجلة مجبسة مكسورة رح ناخد ليه صندوق بيبسي ليش يعني ليش رجلة مكسورة أود دي له صندوق حليب أود دي له فاتشي مو أود دي له صندوق شاي سوي بها شاشة بالعظم يعني تريده يعني إحنا كل شي نستخدم بيبسي زين أود دي له صندوق بيبسي هو مريض طالع من المستشفى نزين فهذه حملات المقاطعة لكل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني واللي يحكي ويقول والله ما تفيد والله المقاطعة مدري شنو والله والله اقل لك اكرمنا بسكوتك انت ومن لف لفك اكرمنا بسكوتك انت ومصيركم جهنم وبئس المصير وانتوا اصلا ويا الصهاينة رح تتحاسبون ضعف الحساب رح تتحاسبون ويا الصهاينة لين انتوا والله ما عرف شو اصفكم شو اصفكم يعني انت حتى ما تناصر اهلك ما تناصر ناسك ما تناصر ابناء يعني شعبك انت ما تناصرهم انت صهيوني انت صهيوني نقطة رأس سطر تمام خلا نشوف مواضيعنا في فقرة فيست وفيست طبعا مثل ما تشوفون راجع للشركة اخويا مراجع للشركة زين ما اكو بعد راجع للشركة هذا هو هذا هو يعني عشرة ديكم هاي المقاطعة هاي تتسوي كبد هذه الشركات خسائر بالمليارات خسائر لا تعد ولا تحصى عاشت اديكم بعد حيل و بزايد بهم راجع للشركة ارجع ام ارجع ارجع للشركة ارجع يقل لك علشانك نعلن انه تم ايقاف التعامل مع بيبسي داخل مطعمنا وتم استبداله بمنتج وطني اسمه سمو حتى علانات نسوي عمي زين واجي دور تفعيل المنتج الوطني اجي يعني بمكان ما تشتري مثلا بورغر من ماك دونالدز اشتري بورغر مال فقرة افعل المنتج الوطني افعل الانتاج الوطني المحلي طبعا ما احكي على بس الهراق لا احكي بكل الدول عامة يعني ما اخص بالذكر بلدنا ف ما شاء الله هذا مقاطعة هذا بشاور ما مدرش اسمه ايقاف التعامل مع بيبسي داخل مطعمنا وتم استبداله بمنتج وطني بين قوسين سماء عامة حتى لا ننسوي السماء سماء شوف منه هذا نسوي لكم معلانات فتجبونا يعني فتشي طيب زين هذا نكمل زين مو تجبونا هاي السؤال في مالتكم بس ميو وشكر فعاشت فعاشت يديهم كل المقاطعين لهذا الموضوع هذا المنشور اللي موجود قدامكم هذا منشور يعني انا ما تصورت فيه من الايام انه راح اقرأه يقول صاحب المنشور يقول عمري ما شفت المنظر ده في جدة والله لدرجة اني ساعات كنت اقول لولادي مش هشتري من مكدونالدز عشان الزحمة الشديدة وعاوزين ننجز يعني اريد ننجز يعني اريد نستعجل بسرعة نرجع استمروا فانتم تصنعون الفارق قدامكم المنشور اقرو اقرو كلام واضح اقرو المنشور مكدونالدز فرق جدة بالسعودية وبالمناسبة احنا نحك من نحك على الدول وهذا من نقول عردن سعودية لا ما نحك على الشعوب احنا نحك على الحكومات فقدامكم يقول عمري ما شفت هذا المنظر زين يقول لدرجة مرات يقول الجهالي ما نشتري من مكدونالدز دين ازدحام وحنا مستعجلين الريدالرو نشتري من غيره زين يقول هذا المنظر شفته في جدة ماكدونالدز فارغ كانت الطوابير السرة السرة اللي هو الطابور السرة من المدرهين هسه ماكو هسه ماكو خلاص ماكو هسه ماكو سرة بماكدونالدز هذا هو هذي هي حملات المقاطعة هذه هي الشغلات اللي صارت في كل الدول انه هي تقاطع هذه المنتجات وما تروج لهذه المنتجات احسنتم بارك الله بكم واكيد يعني هذه حملات المقاطعة حملات مثمرة ان شاء الله كل الدول كل العالم كل الشعوب تقاطع هذه المنتجات مشاهدين الكرام اتهت فقرة فيس تو فيس فاصل قصير فقرة الترند تيوب خليكم يا أنا لحد يروح بعيد حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في فقرة في فقرة ترند تيوب عفوا في هذه الفقرة الفيديوهات والمقاطع اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في السوشال ميديا وفي محطات والصحف والقنوات الأخبارية خلينا شوفوا الفيديو الأول ونرجع نسول طبعا هذا الفيديو اللي شفتوه من صمود الشعب الفلسطيني طبعا أنا حاول أجيب لكم آخر الأخبار والعواجل مثل ما تعرفون من لحق في قضية فلسطين من لحق أن نخلي خبر عاجل ما شاء الله لأن الأخبار هوات فنحاول يعني أنه نجيب لكم آخر الأخبار في يعني قصف صاروخي جديد يستهدف الجليل الغربي شمال فلسطين ما يقدمكم قصف صاروخي من جنوب لبنان يستهدف مختصبات الجليل الأعلى شمال فلسطين صافرات الرعب تدوي في شمال أراضينا المحتلة في الحدود اللبنانية إعلام العدو منذ ساعة قتل لنا في دوفيف ثمانية جنود وضابطين وجرح عدد آخر على أيدي جنود نصر الله المقاومة الإسلامية في لبنان استهدف مجاهدون ثكن ثكنت زرعيت بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة بعدها رح نكمل لكم الأخبار ولكن خلي شوية نتحدث عن هذا الفيديو اللي موجود بهذا الفيديو أنه يقول عمرنا ما رح نترك أراضينا لو نندفن هنا يعني يقول احنا ما رح نترك أراضينا حتى لو شنو يصير والله لو كل دورنا راحت كل أهالينا راحوا راح ما نساوهم والله لو ما عرف شون ما نساوهم هذا اللي شفتوه هذا هو من الصمود للأبطال في فلسطين وفي غزة أكيد كلنا نحييهم على هذا الصمود كلنا نحييهم على هذه الروحية رغم أنهم يعني كل كل دقيقة يستشهد واحد أطفال ونساء وشيوخ وكبار في السن لأن هذا ديدا العدو يقصفوا الجسم ولكن شوفوا هذا الفيديو يقول والله لو كل أراضينا يراحوا مخرج نتمنى تعيد فقط الصوت يعني حتى يسمعون الكلمات يعني الكلمات اللي كانت لا بقول أهلينا راح لا بقول المال ما راح ما تساوي والله لو ما لقى العديد فلنا ما تساوي والله لنلعد اليوم اللي جوا اليهود يعران والله والله من على اليوم اللي جوا بيه اليهود لهذه الأرض والله ما راح نساء ما كلمات صادقة وكلمات تقشعر لها الأبدان الله ينطيكم الصبر والقوة وإن شاء الله يعني الموت للصهاينة ولإسرائيل وترجع الأراضي الفلسطينية إلى فلسطين وستبقى فلسطين حرة وعاصمتها القدس خليشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا ديقول بدي ألعب والطفلة الأخرى تقول كنا نلعب وأجيران ننقصفه وبيتهم ننقصف أيضا ما أعرف يعني والله كلمات البارحة القمة اللي صارت في السعودية ما أدري يعني شايفين اللي قعدوا وسولفوا شايفين هذا الفيديو مثلا شايفين الفيديوهات البقية شايفين الناس من شنو تعاني شايفين الفلسطين شنو شنو اللي جاي يصير بيها لو بس هو والله يعني إنه دين نستنكر نحجب لو بس ذني جاي تشوفون أنتو العالم شنو اللي جاي يصير جاي تشوفون لا وشيء بشيء يذكر هذا يعني خبر أو تقرير من إعلام العدو من الصهاينة يقول يقول 95% من التظاهرات حول العالم مؤيدة للفلسطينيين مقابل 5% فقط مؤيدة لإسرائيل ومن دول 5% مع الأسف كم دولة عربية مطبعة مع الكيان الصهيوني كم دولة عربية ساكتة مع ما يحصل في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني الغاشم هو جاي يقول لك باعتراف إعلام العدو يقول لك 95% من التظاهرات هي مؤيدة للفلسطينيين و 5% بس اللي مؤيدة للصهاينة زين وذول الـ 5% يطلع لك منهم كم دولة عربية كم رئيس دولة عربية مطبع ومؤيد للكيان الصهيوني و يشاهد هذه المناظر أمام عينه يشاهد هذه الأطفال لا جديد يذكر ولا قديم يعاد أبدا خلنشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا طبعا ما عرف الصوت هنا شنو صار به ولكن هذه المرأة عرضت الشركات اللي تابعة أو تدعم الكيان الصهيوني إحنا عباننا شركات يعني صغيرة لا ولا طلعت شركات هواية طلعت شركات هواية يعني 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 شوفوا انت رحيطلعتكم مثلا هاي معرفة هاي تيوتا هاي والله معرفة هاي شركة معرفة زين رحينا عاد الفيديو من البداية ورح تشوفون الكم الهائل مثلا كولا دولا ميراندا وبيبسي وسفن ومدرشين هاي المشروبات ماك دونالدز هاي النستيلي زين هذا الستاربوكس السنيكرز التويكس المارس الكيت كات هاي البوينت الأوريو بعد شنو والله حتى ما جاهل هذن مسحوق المساحيق مع الغسيل مع المكياج وغيرها زين الدوف الصابونة بورغر كينغ بعد شنو هاي الليز زين النيدو التانغ هذا العصير الزارة مع الملابس النايك اتش ام بومو بعد ذن كولين اتش بي زين فيليبس سيمينز فورد بعد نتفليكس بعد سي انا هاي كل هذي الماركات العالمية والشركات والقنوات والمدرش تدعم الكيان الصهيوني فهي هي جتب بقتها جتب بقتها خلينا انه انقاطع هذه الاشياء قاطع على قدر استطاعتك زين انت تقاطع اللي بصفك يقاطع جيرانك يقاطع قرائبك يقاطع خلينا نقاطع هذه المنتجات اللي تدعم الكيان الصهيوني واللي يقتل بالابرياء في فلسطين يقتل الاطفال والاطفال اللي طلعوا قبلها من شنو يشكون خلينا نقاطع هذه المنتجات لانه جاي تموت بيها هواية ناس ابرياء بالأسف هواية ناس ابرياء جاي تموت بهذه الأشياء خلينا شوفوا الفيديو اللي بعده مخرجنا ما أشبه اليوم بالأمس أو الأمس باليوم النتن ياهو القذر والله لو ما الشاشة وعيب من العشان رفعت لك وخليه تب وجهك هذا القذر شوفوا الكلمات نفس الكلمات اللي قالها هذا القذر عندما احتل بغداد وقصف بغداد بل فينو ثلاثة نفس الكلمات اللي قالها القذر أجلكم الله نتنياهو قالها بوش ما أشبه الأمس باليوم أو اليوم بالأمس وهذا أيضا توني بليار نفس الكلمات سنحرر العراقيين سنحرر الفلسطينيين سنجعلكم تعيشون حياة جميلة ولك يا حياة جميلة لا تبقون خيرات لا تبقون أطفال لا تبقون نساء لا تبقون نفطات لا تبقون هو أنتو حرامية قتالت قتلة زين أنتو حرامية هذا اللي جاي يصير حاليا مشابه للي صار سابقا بالعراق هذا نتنياهو القذر وهذا توني بليار القذر وجورج بوش شوف وجهه يا رب العباد باع وجهه كرم الله ما تحمل ما كوش وجه يعني وجهه 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 بشأ حشخ القتال وجهه بشأ حقش يعني مخ ما بيطلع لها الثاني ماعرف فاللي جاي تشوفوه حاليا هو نسخة طبق الأصل هي أمريكا وإسرائيل هم يعني هم 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 سو هم مدرسة وحدة يعني هذا القذر الكلب جو بايدن القذر أول ما صارت المعركة وأول ما بدت الحرب وباشرة الركض طيار وإجيه الجلسة ها هنا قذر ما تصير وإنت مخرف أنت خبل أنت مخرف يعني ما معروف أنت خبل يعني جو بايدن أنت خبل زين خلينا شوف الفيديو اللي بعد مخرجنا يعني ما يحتاج أترجم لكم يعني جوها على أنه شنو والله أنت متهمة بأنه أنت ناشرة متضامنة مع الفلسطينيين متضامنة بتليفون اش ناشرة مثلا تغريدة معلقة تعليق ناشرة صورة فأنت متضامنة مع فلسطين فأنت لازم تتحاكمين وتتحاسبين ما قلت شي ما قلت شي بالعالم طبعا هاي بالأراضي المحتلة أراضي المحتلة تسيطر عليها تسيطر عليها الكيان الصهيوني ولكن بيها ناس بيها فلسطينيين عايشين يدامكم بالتليفون 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 مساندة مدرشي مساوية شو مساوية يعني مساندة متعاطفة مع فلسطين متعاطفة مع ما يحصل في غزة من انتهاكات من الحروب تفضل يجوها وياهم أمر القاقبض ولازم تتحاكم لا لها إلا الله محمد رسول الله هذا هذا شي ما يعني شي غريب شي غريب يعني ما عرف شنو شنو المشكلة وين المشكلة شنو اللي جاي يصير احنا امام كارثة احنا امام خطر كبير خطر حتى بالكلمة ما تقدر تتعاطف معه مع فلسطين حتى بالكلمة حتى بصفعتك الشخصية ما تقدر تكتب لك منشور ما تقدر تكتب لك تغريدة وتتعاطف مع فلسطين هذا احنا امام خطر وخطر كبير جدا انه انت ما تقدر حتى برأيك تدلو برأيك ما تقدر لا أعرف يعني لا هذا القمة العربية القمة العربية شافوا هذا الفيديو وأسوأ كلماتهم ندين نستنكر نحجب مدري شنو نشجب مدري شنو مدري نحجب هي هاي كلماتهم هي هاي كلمات القمة العربية يطلعون هذا ندين ما يحصل نستنكر ما يحصل لك عم جاي أخذون الناس اللي تتعاطف الناس اللي تتعاطف جاي أخذوهم والله ما عارف خلنشوف الفيديو اللي بعدها بخرجنا يقول احنا المقاطعة ما تفيدنا للمقاطعة فترة ورح ترجع احنا نريد خلاص ماك بعد والريد بديل الريد بديل لهذه الأشياء يعني خلاص ما نريد يعني كلماته واضحة يعني حتى المقاطعة بعد منه هاي ما نريده يقول لك انا نريد بديل لهذه الأشياء لهذه الشركات يقول لك لان اذا قاطحها قاطحها فترة وارجع لها زين فيقول لك انا ضد المقاطعة انا مع التغيير نهائيا خليهم يعزلون خلي غراضهم اشي يصير بيها خلي يصير بيها زين فهذا الفيديو فيديو واضح و جميل بصراحة أنا عجبني عجبني اللي قال هذا الشاب عجبني انه انا اذا قاطع فالصدق يعني اسبوع اسبوعين شهر شهرين وارجع من جديد بسان لا خلاص اريد بديل لهذه الأشياء ماريد مقاطعة بالله بصراحة أنا مع هذا الرأي يعني برأي محترم و و كلش عجبني خلي نشوف الفيديو اللي بعده مخرجناه خلي نشوف الفيديو اللي بعده شنو شنو واحد يحتي ما عرف شنو واحد يحتي ما عرف يعني الحجنة منا تشغل الصوت تشوف يعني خلي نسمع الكلمات يقول احنا كلنا راح نستشد يعني مع فرق التوقيت فقط يعني يقول كلنا يعني كلمات بصراحة ما عرف شنو يقول والله صدق يعني يقول يعني لا درع يعني لا درع لا خوذة لا ما كو شي يحمينا ما كو شي احنا كلنا يعني راح نستشد مع فرق التوقيت نحن كلنا نستشد بفرق توقيت فقط يعني طبعا هذا الفيديو لمراسل فلسطيني من امام احدى المستشفيات واكيد بشاف المنظر المنظر اللي ما حد يقدر يشوفه فقال هذه الكلمات هتمنى تعيد الفيديو مخرجنا خلي يسمعوا اكبر عدد من الناس ما كو ابلغ من هيك رسالة ولا كو ابلغ من هيك كلمات ولا كو ابلغ من هيك منظر مستحيل خلي نشوف الفيديو اللي بعدها مخرجنا يعني هيدا عيدا مخرجنا شوفوا شون يضربون النساء هيدا من البداية هكذا تضرب النساء هكذا تضرب النساء نعرف هذا هذا الفيديو من من فلسطين لا بل اكتعمد بهذا الموضوع يضرب النساء يضرب الأطفال حتى لا تجيل الجديد يطلع ولا المرأة ينجب بعد أجيال هذا مخطط ومدروس حتى يبقون بس دول الباقين يصفونهم ويخرصون منهم وتنتهي فلسطين بس ما يقدرون بس شوف ليش لون شون المنظر شون هو أطلق صاروخ أو معرف شون هاي أطلق القنابل هذي على تجمع النساء هاي النساء كانوا يسون هنا كانوا يأخذن مي مي هاي تانكيات هاي التانكيات بيها مي زين كانوا يأخذن مي يترسن مي طربوهن بقنابل مدرسة صاروخ مدرسين هاي المدرسة هاي الوقعوا عليهم محرف يعني يستهدفوا ستات بتعبي مياه شرب عشان تشرب مادر والله كارثة هاي راحة للتجمع ما للنساء شون اللي يسووا شون ذنبهم ما عرف والله ما عرف يا أخي والله منظر إنه لله وإنه إليه راجعون خلنشوف الفيديو اللي بعده يا مخرجنه خلنشوف الفيديو اللي بعده كل هذه الماركات هي ساعدت بل وتساعد بقتل هؤلاء النساء الفيديو اللي قبل اللي ظهر بقتل هاي النساء هذه الشركات تدعمهم تدعمهم بالفلوس بالكل شيء يشترون بها قنابل يشترون بها صواريخ حتى يكتلون النساء والأطفال في فلسطين واضح وضوح الشمس ذلك نقول قاطعوا هذه المنتجات خلنشوف الفيديو اللي بعده مخرجنه هذا فيديو من التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية التظاهرات اللي تساند فلسطين وتساند أهلنا في غزة هذه فيديوهات أكيد بكل أنحاء العالم أكو مظاهرات أكو بلندن أكو حتى بأمريكا أكو بإيران أكو بالعراق أكو بالكثير من الدول العالمية أكو بكل شيء حتى داخل الكنيسة الصهيوني أكو مظاهرات تندد بالانتهاكات أكيد طبعا اللي قبل شوي حتى ينام من إعلام العدو يقول أنه 95% من المظاهرات حول العالم هي مع الفلسطينيين 5% بس اللي هي وهي الصهاينة زين فهذه رسالة واضحة بأن العالم كله أنا أذكر حتى في وحدة من الحلقات والحلقة السابقة واللي قبلها أظهرنا فيديو واحد بالجيش الإسرائيلي متقاعد جندي متقاعد بالجيش الإسرائيلي يقول يقول إحنا ما هذا اللي كنا ننتظر أنه نقتل الفلسطينيين زين وهذه فائدة من فوائد معركة طوفان الأقصى أنه خلت وجه الكيان الصهيوني ينكشف للعالم أكثر وأكثر وله مكشوف أنه بس ينكشف للعالم اللي ما مكشوف لهم سابقا زين واللي يدعمون كشفوا واللي معان كشفوا واللي مساندين كشفوا واللي ساكتين والصامتين واللي ما أخذين من النص انكشفوا زين واللي يدعون الحرية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني واليونسكو واليونسيف ومدرشين وكلها وانجلينة جولي وربحها وذولا كلهم اللي يجون ها والله هم يعني إنسانيين يعني إنسانيين وين هم وين هم والأطفال اللي جاي يموتون بالحاضنات مالتهم زين أطفال توهم مولودين بل أطفال ببطون مهاتهم وين هم ماكوا أبدا زين يعني يعني العدد مال الشهداء فاق العشر تالاف بس الأطفال يمكن يعني فاق الأربع تالاف شهيد بس الأطفال بس الأطفال شوف العدد شون 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 رهيب زين و ألفين لا ألفين طفل آخر مفقود ما موجود يعني هذا تقال لو تحت الأنقاض لو تحت الركام لو تحت هذا هو اللي جاي يصير في فلسطين واللي جاي يصير في غزة عباننا ننتظر مثلا موقف قوي مثل ما قلت لكم من القمة العربية ولكن اللي كانوا يحشون يعني اللي كانوا يحشون هم ونفسهم يعني مطبعين وراضين على الكيام ما أعرف يعني والله ما أعرف شون يحشون زين ماكو لأ وبل بل أكو مادة من المواد تريد أن أعترف بأنه إسرائيل دولة لأ وأكو كلام قال السيسي بأنه أريد مدر شون السلام للطرفين مدري مدر الدولتين ما أعرف ما ما أدري يعني اللي هي نفس النقطة نذكرت بي البيان الختامي للقمة والله إلا راح نعترف بإسرائيل دولة فهي هو يبقى الكيان الصهيوني ويبقى الكيان الغاشم مشاهديني الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسيم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقول فيما الله